يا ابطال شو سبب الغبوط اللي صار الان اللي صار يا ابطال هاي منصة رفعوا عليها دعوة قضائية تمام من الولايات المتحدة التعموه انه عم تعمل انشطة جرامية وغسيل اموال تمام يعني مع الارهاب وهلا صار عليها دعوة قضائية وقفوه بامريكا بالعمل طيب اذا منطلع نحنا متل ما يمكن شايفين الفوليوم تبعها سبعة وعشرين تقريبا مليون دولار تبعا ومنجي للصورة الثانية زيارات اكثر من خمسمية وسبعة وسبعين الف زيارة اسبوعيا بيوصل طيب هذا الرقم لا يستهام به ابدا ليش هذا الرقم زاد لانه متل ما بتعرفوا في ناس راح يتجهد على اليو اس دي تي وتركة اليو اس دي ومشاكله مع باينس فذهبوا لهذا الامر هذا الشي اللي خلاهم يذهبوا له راحوا لهي المنصة كوين اكسشينج هلا اذا في عندك اموال بهي المنصة تمام او اي شي اصحاب اموالك وطلعوا من هاي المنصة لانه الولايات المتحدة عم بتاجم العملات الرقمية بيقوه يعني عم تضرب ضرائب على كل الاماكن وبده مصاري من كل الناس فلذلك خلينا نشوف شو ممكن يصير عبيت بس ان نبهكم ووضح لكم الفكرة هذا سبب الهبوط ان شاء الله يعني ما بيهبوط اكتر من هيك ورد بيعاوض الصعود خلينا نشوف الايام القادمة شو ممكن يصير بحياتي للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة